اشتركوا في القناة مثل حرمان النساء واطفالهن من المساعدات الانسانية ومنعهن من مغادرة المخيم وممارسة العنف ضدهن باشكاله وفق تقرير العفو الدولية الحرب على تنظيم الدولة انتهت عسكريا لكن جميع المؤشرات تقول ان اثار هذه الحرب لن تنتهي بالنسبة للنازحين على المدى المنظور فبسبب هذه الحرب التي دمرت منازلهم ومناطقهم وممتلكاتهم واجبرتهم على الفرار الى المجهول فهم ما زالوا مدانين ومعزولين ومحاصرين من قبل جهات ابرزها القوات الحكومية وموظفوا ادارات المخيمات ومجالس المحافظات الذين ما زالوا يعتقدون ان هؤلاء المدنيين ينتمون الى تنظيم الدولة العاملون في المنظمة الدولية قالوا ان النساء والاطفال المتهمين بالصلة بتنظيم الدولة يعاقبون على جرائم لم يرتكبوها مديرة بحوث الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف قالت ان هذا العقاب الجماعي المهين للنساء والاطفال النازحين في العراق من شأنه تأسيس عنف مستقبلي ولا يمكن ان يرسي سلاما عادلا ودائما يحلم به العراقيون الاف النساء في العراق تركنا ليتدبرنا امور عائلاتهن بمفردهن في مخيمات النازحين بعد مقتل الذكور من افراد تلك العائلات او اعتقالهم تعسفيا واخفائهم قسرا اثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم فاصبحنا عرضة للعنف والحصار الحكومي في وقت اعلنت فيه الامم المتحدة ان نحو مليونين ونصف المليون شخص لا يزالون حبيسي مخيمات النازحين